موسيقى الرئيس السيسي يوجه بدراسة شاملة لتطوير بحيرة ناصر والاستفادة من ثروتها السماكية مدبول يؤكد اهتمام الرئيس السيسي بقطاع الصناعة لدوره في تحقيق النمو المنشود للاقتصاد المصري وزلينسكي يتهم روسيا بتحويل محطة زابوريجيا لساحة حرب ويطالب موسكو بالانسحاب من المحطة النووية دون شروط السليسة بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت جرانج نصة اخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصرية أهلا بحضراتكم واجه الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال أركان الدورة التنموية الخاصة ببحيرة المنزلة بواسطة استراتيجية متكاملة الأبعاد تضاف على ما تم تحقيقه وتستثمر جهود الدولة التي استعادت الطبيعة البيئية للبحيرة جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين حيث تم استعرض جهود تطوير وتطهير البحيرة الطبيعية على مستوى البمهورية خاصة بحيرتي المنزلة وناصر اجتماع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور ياسمين فؤاد وزيرات البيئة والسيد السيد القصير وزير الزراعة والستصلاح الأراضي والدكتور هاني سويلم وزير الرأي والموارد المائية ولواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ولواء طبيب بيطري إسلام عطية عبدالحميد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السماكية والمهندس عمر عبدالوهاب رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري ولواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات للثروة السماكية صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراد جهود تطوير وتطهير البحيرات الطبيعية على مستوى الجمهورية خاصة بحيرتي المنزلة وناصر وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على مستجدات تطوير وتطهير بحيرة المنزلة التي تعد أكبر وأهم البحيرات الطبيعية في مصر وذلك استمراراً لجهود الدولة ذات الصلة حيث شهدت البحيرة تغيراً كلياً ونقلة نوعية بعد إزالة التعديات والمزارع غير المرخصة عليها وتعميق البحيرة وتطهيرها وإزالة الرواسب والحشائش وتطوير البواغيز التي تصل البحيرة بالبحر المتوسط باستخدام أحدث الكركات الهملاقة ووقف تدفق مياه الصرف إليها من خلال تنفيذ محطة معالجة سلاسية فضلاً عن إنشاء طريق دائري حول البحيرة لحمايتها وضمان سلاسة النفاذ إليها وتسهيل حركة النقل والتجارة والأفراد وهي الجهود التي أدت إلى استعادة الحالة الطبيعية والتوزن البيئي للبحيرة وزيادة مساحتها الكلية إلى 250 ألف فدان تحتوي على مياه النقية ساعدت على الإنتاج السنوي من الأسماك الفاخرة بها كماً ونوعاً وقد وجه السيد الرئيس باستكمال أركان الدورة التنموية الخاصة ببحيرة المنزلة بواسطة استراتيجية متكاملة الأبعاد تضيف على ما تم تحقيقه وتستثمر جهود الدولة التي استعادت الطبيعة البيئية للبحيرة وذلك من خلال تطوير قدرات وأليات الصيد بها لتعزيز فرص العمل ومساعدة الصيادين من أبناء قرى المحافظات المطلة على البحيرة للاستفادة من الحد الأقصى من إنتاج الأسماك من البحيرة وما لذلك من مرضود اقتصادي وتجاري وغذائي باعتبار أن البحيرات تمثل حضانة طبيعية لإنتاج الأسماك كما تبع السيد الرئيس جهود تطوير بحيرة ناصر موجهاً سيادته بأداد دراسة متكاملة تستفيد من ثروتها السماكية من خلال تطوير البحيرة ورفع كفاءتها وتعظيم إمكانات الصيد بها الاجتماع شهد أيضاً استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات شركة تنمية الريف المصري على مستوى الجمهورية وذلك من حيث إجمالي مساحات الأراضي والبنية التحتية لمشروعات استصلاح الأراضي إلى جانب جهود توفير المقننات المائية فضلاً عن معالجة التحديات القائمة وذلك بالتنصيق بين الشركة ووزارتي الزراعة والري والجهات العلمية المتخصصة وقد وجه السيد الرئيس بتطقيق الدراسات العلمية المتعلقة بكافة عناصر نجاح مشروعات تطوير الريف المصري خاصة ما يتعلق بتوفير المياه ونوعيتها باعتبارها العنصر الحاسمة لنجاح الزراعة واستصلاح الأراضي أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ما يحظى به قطاع الصناع من اهتمام ومتابعة دورية من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي لما له من دور مهم في تحقيق النمو المنشود للاقتصاد المصري جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء مع وزير التجارة والصناعة أحمد سمير لمناقشة عدد من ملفات عمل الوزارة وأشار مدبولي إلى جهود الدولة على مدار الفترة الماضية لدعم قطاع الصناعة وذلك على الرغم من التحديات العالمية المتلاحقة بداية من أزمة كورونا وصولا للأزمة الروسية الأوكرانية موضحا أن تلك الجهود تضمنت تطبيق العديد من الإجراءات والحوافز التي من شأنها الدفع بهذا القطاع الحيوي إلى آفاق أرحب ومنها مبادرة رد الأعباء التصديرية التي كانت متأخرة منذ سنوات أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن صندوق مصر السيادي يطلع بدور مهم للغاية باعتباره الذراع الاستثماري للدولة المصرية جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة مشروعات صندوق مصر السيادي التي تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة وذلك بحضور وزيرة التغطيط هالة السعيد ورئيس مجلس إدارة الصندوق شدد مدبولي خلال اللقاء على أن الصندوق يمضي في تنفيذ ما تتبنه الدولة من العمل على استقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص خاصة الاستثمار الأجنبي المباشر أحد أهم موارد النقد الأجنبية للبلاد ونجح صندوق مصر السيادي في جذب استثمارات بقيمة ثلاثة مليارات وثلاثمائة مليون دولار من الصندوق السيادي العربية خلال العام الجاري أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقدير الدولة لوظيفة المعلم والحرص على اختيار أفضل المتقدمين للتدريس جاءت تصريحات مدبولي خلال استعراضه تقريرا من رئيس جهاز التنظيم والإدارة صالح الشيخ حول استعدادات بدء الاختبار الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف معلم مساعد رياض أطفال حيث شدد رئيس الوزراء على أن الكفاءة هي معيار الحصول على وظيفة بالجهاز الإداري للدولة مشيرا إلى أن مركز تقييم القدرات والمسابقات بمثابة الآلية الحكومية المنضبطة التي تمكنها من اختبار المتقدمين للوظائف العامة إلكترونيا بدون أدنى تدخل بشري وهو ما يعلي ويعزز مبادئ الحوكمة والشفافية والنزاها وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي لكافة أنواع الجرائم وضبط الخارجين عن القانون وتمكنت من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في كافة مجالات العمل الأمني تتواصل جهود وأجهزة وزارة الداخلية في كافة مجالات العمل الأمني لمكافحة الجرائم بشتى سورها وتصادل العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون وهو ما يسهم في بسط الأمن والنظام في كافة ربوع الوطن وقد أصفرت تلك الجهود عن نجاحات أمنية كبيرة في كافة المجالات ففي إطار مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية وقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ظهور العديد من المحررات الرسمية المقلدة بخاصة رخص تسيير السيارات والقيادة وضعت الإدارة خطة بحث محكمة واستخدمت التقنيات الحديثة وتمكنت من ضبط المتورطين في هذا النشاط الإجرامي تشكيل عصابي تخصص في تزوير رخص القيادة وتسيير السيارات لا سيما سيارات الإعفاء الجمرقي وأقروا بنشاطهم الإجرامي وتم ضبط الأدوات والمعدات المستخدمة في التزوير كما نجحت الإدارة بالتنسق مع قطاع الأمن العام ومدريات أمن القاهرة والسويس والقليوبية وكفر الشيخ وبورسعيد في ضبط عدد من السيارات التي تم تزوير تراخيص سيرها وعلى صعيد أمني آخر وفي إطار الحفاظ على تراث مصر وإرسها الإنساني والحضاري من عمليات النهب والسرقة فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث السياحة والآثار بقطاع شرطة السياحة والآثار من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لإدجاره في مخطوطات وقطع أثرية وبحوزته مجموعة من العملات مختلفة الأشكال والأحجام ترجع لعصور مختلفة ومجموعة من المخطوطات والمضبوعات والشهادات الدراسية القديمة وتخضع المضبوطات لقانون الآثار وقانون الوثائق والمخطوطات في ذات الإطار استهدفت الإدارة شقة تخذها صاحب مكتبة وشركيه مخزن للإدجار بالمخطوطات والكتب الأثرية القديمة والمجرن تداولها وتمكنت من ضبط وثائق ومخطوطات وكتب أثرية بقصد الإدجار بها كما نجحت في ضبط أحد الأشخاص بالجيزة وبحوزته 25 تمثالا مختلف الأنواع والأشكال والأحجام وقطع وعملات أثرية تعود للعصرين الفرعوني والروماني وعلى صعيد التصدي لجرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية أصفر الجهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة عن ضبط مكتبة بالقاهرة لقيام صاحبها ببيع وتخزين العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية بدون تفويد أو إذن كتابي من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وأصفر التفتيش عن ضبط أكثر من 170 ألف كتاب دراسي خارجي واستمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في التصدي لكافة الجرائم تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري بقطاع أمن المنافذ من ضبط كمية من المكاملات الغذائية والأدوية الطبية محزور استراضيها دون موافقة الجهات المعنية وبلغت الرسوم الجمهورية المستحقة عليها 30 مليون جنيها عبدالله بركات التلفزيون المصري تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حقب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 482 قضية تموينية بمضبطات بلغت قرابة 147 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال حقب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 93 طن وفي مجال الباع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 16 طن ونصف الطن من الأسمنت أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فقد تم ضبط أكثر من 37 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 715 قضية من بينها 75 قضية خبز ناقص الوزن و 81 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 13 قضية بمضبطات بلغت أكثر من 34 طن أقماح محلية عقد مكتب البرلمان العربي بالقاهرة أعمال اجتماعه التاسع بدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث برئاسة رئيس البرلمان عادل العصومي خلال الاجتماع استعرض العصومي تحركات البرلمان العربي خلال الفترة الماضية ونشاطه المكثف في مجال الدبلوماسية البرلمانية على المستويات العربية والإقليمية والدولية وذلك في إطار حرصه على تعزيز الحضور البرلمانية العربي والدفاع عن القضايا العربية أمام كافة المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية شددت الرئاسة الثلاث في العراق على ضرورة حماية مؤسسات الدولة والحفاظ على هيبتها واستقلالها وأكدت رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة مجلس النواب ضرورة استئناف الحوار الفاعل لحماية السلم الأهلي مشيرة إلى أن استمرار للطراب السياسي يستبعي موقفا فاعلا لمنع تصعيد أعلنت خالية الإعلام الأمني بالعراق تنفيذ ست ضربات جوية على خمسة أهداف في محافظة الأنبار غرب البلاد وقالت خالية الإعلام الأمني أن القوات الخاصة في الجيش العراقي نفذت عمليات إنزال جوي حيث تم استهداف أوقار للإرهابيين يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه خالية الإعلام الأمني القبض على 16 مطلوبا بتهم الإرهابي وتجارة البشر في محافظتي بغداد وميسان مشيرة إلى أنها تمكنت خلال عمليات القبض من ضبط مواد متفجرة وقذائف مدفعية بحث الرئيس اللبناني ميشيل عون ورئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي تطورات ملف تشكيل الحكومة الجديدة وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما بقصر رئاسة ببعبدة تناول اللقاء بحث مختلف المعطيات المرتبطة بعملية التشكيل فيما انتهى اللقاء على أن يستكمل التشاور في وقت لاحق ويعد اللقاء اليوم هو الرابع بين عون وميقاتي منذ تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة في شهر مايو الماضي في شهر يونيو الماضي إلا أن الخلافات حول بعض الأسماء المرشحة لحقائب وزارية حالت دون إعلان تشكيل الحكومة حتى الآن انهار آخر ثمانية صوامع حبوب في الجزء الشمالي من تلك التي تضررت جراء الانفجار المدمر الذي وقع في مرفأ بيروت أغسطس عام 2020 وأوضح مسؤولون لبنديون أن انهيار الصوامع جاء بعد أسبوع من اندلاع حريق نجمع عن تخمر مخزون الحبوب الذي بقي في المكان بعد الانفجار جراء الرطوبة وارتفاع الحرارة إلى تطورات الأزمة الأوكرانية حيث أكد رئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن روسيا حولت محطة زابوريجيا أكبر منشأة نووية في أوروبا إلى ساحة حرب متهما موسكو باستهداف المنشأة وقصف المناطق المجاورة وخلال كلمته عبر الفيديو كونفرنس أمام دلسة لمجلس الأمن حول أوكرانيا شدد زيلينسكي على ضرورة انسحاب روسيا من المحطة النووية دون شروط تتم انتهاك سلامة أراضينا يؤدي ذلك إلى كارثة عالمية واليوم نعرف أن الاتحاد الروسي قد حول أكبر منشأة نووية في أوروبا منشأة زابوريجيا إلى ساحة حرب وأن روسيا قد استهدفت هذه المنشأة بالقصف واليوم المناطق المجاورة معرضة لخطر التلوث الإشعاعي هذا واقع هنا محطة زابوريجيا تضم ستة مفاعلات ومفاعل واحد قد انفجر في تشير نوبيل بعثت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب أن تسيطر كليا على الوضع في محطة زابوريجيا في أقرب فرصة وعلى روسيا أن توقف ومن دون شروط ابتزازها هذا وأن تنسحب كليا من هذه المحطة كان الرئيس الأوكراني فولدامير زيلنسكي تعهد بأن تواجه بلاده لعملية العسكرية الروسية حتى النهاية وقال زيلنسكي في خطاب بمناسبة يوم الاستقلال أن كييف لن تقدم أي تنازلات للتسوية بشأن الأزمة وأضاف الرئيس الأوكراني أن كييف صمدت بقوة على مدى الستة أشهر الماضية وسوف تستمر في القتال لاستعادة كافة الأراضي الأوكرانية مهما بلغ ثمن وننتقل الآن مشاهدين لمتابعة جلسة لمجلس الأمن حول تطورات الأزمة الأوكرانية مع كل البلدان المحبة للسلام لتعزيز السلم والحوار ولتحسين الوضع الراهن وأود أن أؤكد على النقاط التالية بداية لا بد من التوصل إلى صمام أمان في هذا النزاع فالقانون الإنساني الدولي يجب أن يلهم سلوك أطراف النزاع المدنيون والمنشآت المدنية يجب أن لا تستهدفها الضربات العسكرية مؤخرا حصلت اعتداءات متكررة على محطة زابوريجا النووية وقد استقطب ذلك اهتمامنا وأثار قلقنا وهدد بكارثة نووية الصين تدعو مشددا كل الأطراف المعنية إلى ضبط النفس وإلى التصرف بحذر وإلى الامتناع عن أي عمل يمكن أن يهدد أمن وسلامة المنشآة النووية وإلى تجنب عدم احترام التوجهات الخاصة بالسلامة النووية وندعو كذلك الوكالة الدولية للقيام بزيارة في أقرب وقت إلى هذه المحطة النووية للقيام بتقييم مهني وتقني للوضع الراهن والاتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب كارثة نووية ثانيا لابد كذلك من تأثير المفاعل الإنسانية لهذه الأزمة وعلى الأسرة الدولية أن تساعد اللاجئين والنازحين الأوكرانيين وأن تحدى من الصعوبات التي يواجهها وعليها من جهة أخرى أن تحدى من تأثير الأزمة على أسعار المواد الغذائية والفيول والاستقرار الدولي وتثني صين على جهود الأمين العام والأطراف المعنية لتيسير مبادرة الحبوب ويسرنا أن نرى أن أكثر من عشرين سفينة تنقل أكثر من 720 ألف طن من المواد الغذائية غادرت أوكرانيا متجهة إلى مختلف أنحاء العالم وهذا يقربنا من تثبيت أسعار المواد الغذائية والحد من نقص المواد الغذائية في البلدان النامية وفي إطار الدعم الغربي لكييف أعلن رئيس الأمريكي جو بايدن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بنحو ثلاثة مليارات دولار وأوضح البيت الأبيض أن أوكرانيا ستحصل بموجب المساعدة الأمريكية على أنظمة دفاع جوي ومدفعية وذخائر وأنظمة مضادة للطائرات من دون طيار وردارات وأكد البيت الأبيض أن المساعدات الجديدة ستضمن لكييف القدرة على الاستمرار في الدفاع عن نفسها على المدى الطويل دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين المجتمع الدولي إلى مواصلة الضغط على روسيا لوقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا ووقف انتهاكاتها المتكررة للأراضي الأوكرانية بما في ذلك شبه جزيرة القرم جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر منصة القرم حيث أكد بلينكين أن الولايات المتحدة ستستمر في التأكيد على أن شبه القرم والمناطق التي سيطرت عليها روسيا هي أوكرانية أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين أن الاتحاد الأوروبي سيواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا مهما استغرق الأمر وأشهدت درلاين في تصريحات لها بتضحيات التي يبذلها الشعب الأوكراني مشددة على أن أوكرانيا تحارب من أجل الحفاظ على سيادتها وحماية حريتها وأضاف درلاين أن الدول الأوروبية فتحت أبواب مدارسها لأكثر من ثلاثة ملايين طفل أوكراني حتى يتمكنوا من مواصلة الدراسة لحين عودتهم إلى وطنهم بمجرد انتهاء هذه الأزمة قالت وزيرة الدفاع الشيكية إن بلادها قدمت معدات عسكرية بقيمة ثلاثة مليارات وثماني مائة مليون قرون تشيكية إلى أوكرانيا وأوضحت مصادر التشيكية أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير الماضي أرسلت التشيك معدات عسكرية لأوكرانيا بينها دبابات وطائرات وقاذفات صواريخ وقطع مدفعية دخلت الأزمة الأوكرانية شهرها السابع مع تجديد الدول الغربية الداعمة لكييف وروسيا لهجتيها إزاء النزاع الأزمة لم تعد روسيا أوكرانيا بل أصبحت صراعا عالميا معقدا ومتشابكا من حيث التدعيات والتأثيرات ستة أشهر مرت على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستة أشهر تغير فيها شكل العالم وتعددت الأزمات بل أصبحت نقطة تحول في العلاقات والتوازنات الدولية ورغم المحاولات الحسيسة لرأب الصدع ووضع حد للأزمة التي أتت على الأخضر واليابس لا نهاية تلوح في الأفق مع تمسك الطرفين باستكمال الصراع البداية كانت في الرابع والعشرين من فبراير الماضي عندما أعلن الرئيس الروسي بوتين إطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا دفاعا عن منطقتين لوهانسيك وتونيتسيك التي اعترف بهم عشية بدء العملية العسكرية المرحلة الأولى للتحرك الروسي تركزت على استهداف مختلف المناطق الأوكرانية وخاصة محيط العاصمة كييف التي عمل الروس على محاصرتها وتطويقها ومع تصاعد وطيرة الدعم العسكري الغربي لكييف بأسلحة نوعية رغم التحذيرات الروسية المتكررة من مغابرة ذلك أعلنت موسكو بعد نحو شهر من بدء العملية العسكرية دخول المرحلة الثانية من عملية العسكرية والتركيز على تحرير دونباس الشرقية وهو ما نجحت فيه إلى حد بعيد عبر تقدمها الميداني هناك مسيطرة على معظم المناطق في حوض دونباس الاستراتيجي ولسيما مدينة ماريبول بعد معركة دامية وحصار طويل على مدى شهرين لمصنع آزوفستال الذي كان آخر معقل للقوات الأوكرانية فيها وبعد سيطرتها على بدينة لسيت شانسيك الاستراتيجية شرق أوكرانيا أعلنت روسيا سيطرتها بالكامل على كافة مناطق لوهانسيك في الثاني من يوليو الماضي كما نجح الروس أيضا في التقدم جنوبا وفي السيطرة على غالبية المناطق على الشريط البحري الجنوبي على بحري آزوف والأسود ومن أهمها مقاطعة خيرسون التي أحكمت السيطرة عليها في السادس عشر من مارس الماضي بما أتاح للقوات الروسية السيطرة على رئة أوكرانيا البحرية والتحكم بحركة الصادرات والواردات منها وإليها كما أن السيطرة على خيرسون فتحت الباب أمام الربط البري بين الأراضي الروسية مرورا بإقليم تومباس وإلى شبه جزيرة القرم وبعد أشهر من النزاع وتحديدا في الخامس من أغسطس الجاري دخل استهداف المواقع النووية على خط الأزمة حيث تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بقصف محطة زابوريجيا النووية جنوبي أوكرانيا والتي سيطرت عليها القوات الروسية بعيد بداية الحرب ما بات يهدد بواقع كارثة نووية قد لا تقف سمومها عند تخوم القارة الأوروبية فقط وبينما تتواصل العملية العسكرية شرعت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي في فرض حزم متصاعدة ومتتالية من العقوبات على روسيا والتي تسببت في حدوث أزمة اقتصادية عالمية طالت أمن الطاقة والغذاء في العالم بأسره إلى ذلك تتواصل الأزمة التي دخلت شهرها السابع لكنها لم تعد أبدا روسية أوكرانية فقط بل أصبحت صراعا عالميا في انتظار حل ينقذ أطراف الأزمة والعالم بأسره من تداعيات قد لا يحمد عقبها طالبت المنظمة الدولية للهجرة بضرورة تقديم المساعدات للنازحين في أوكرانيا وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة ووفقا لمسح أجرته المنظمة الدولية للهجرة مؤخرا فقد فر حوالي 28% من النازحين داخليا في أوكرانيا والبالغ عددهم 6 ملايين و800 ألف شخص من منطقة خركيف كما أجبر أكثر من 13 مليون شخص على الفرار من منازلهم بحثا عن الأمان في أماكن أخرى من البلاد أو التماس الحماية في الخارج تراجع النشاط الاقتصادي الأوروبي في أغسطس للشهر الثاني على التوالي وسط تضخم متزايد بسبب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا هذا وانخفض مؤشر ستاندرد أنبورز لمدير المشتريات في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى له في 18 شهرا فيما أضرر تفاع الأسعار بالطلب على الخدمات وإمدادات التصنيع كما تراجع مؤشر مدير المشتريات من 49.9 في يوليو إلى 49.2 في أغسطس حذرت وكالة ستاندرد أنبورز لتصنيف الاعتماني من الانكماش الاقتصادي الفرنسي في أغسطس الجاري حيث يعد الاقتصاد الفرنسي ثاني أكبر اقتصادات أوروبا منوهة إلى أن أوروبا بأكملها على شفى الركود وستدخل هذه المرحلة إذا استمر الصرع في أوكرانيا وأشرت وكالة ستاندرد أنبورز إلى أن الانخفاض في النشاط العام يرجع بشكل رئيسي إلى الضعف العام في الطلب نتيجة لذلك تباطأ نمو التوظيف مما يعكس أيضا مزيدا من التراجع في الثقة أكد الرئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيرون باول أن المصارف المركزية في كافة أنحاء العالم تقوم برفع الفائدة لمكافحة التضخم هذا ورفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة أربع مرات منذ مارس الماضي تتجه الأنظار إلى اجتماع الاحتياط الفيدرالي المكرر في 21 سبتمبر المقبل حيث يطرح رفع حاد آخر لمعدلات الفائدة بنصف أو حتى 34 نقطة مئوية يواجه العالم مرحلة جديدة وتضخما يأكل كل الثروات العالمية ولهذا السبب يعتزم محافظ المصارف المركزية في العالم عقد اجتماعهم السنوي الكبير آخر أيام الأسبوع في مدينة جاكسون هول بولاية وايمونج الأمريكية الاجتماع يأتي لبحث رفع معدلات أسعار الفائدة في مواجهة موجات التضخم القياسية والمتتالية ولتجنب دفع الاقتصاد العالمي إلى الركود هذا وتتجه الأنظار إلى تأكيد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جرون باول حول الخطوات المقبلة التي سيقوم بها المصرف المركزي الأمريكي ويؤقد الاجتماع في الوقت الذي تشدد فيه المصارف المركزية في كافة أنحاء العالم تقريبا سياساتها المالية لمكافحة التضخم وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن عرقلة الانتعاش الاقتصادي نتيجة الأزمات الجيوسياسية التي سببتها العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا والتصعيد العسكري الصيني حول تايوان بعد أشهر قليل من الانفتاح الذي شهده الاقتصاد العالمي تدريجيا بعد أكثر من عامين من بداية جائحة كورونا التي شلت الاقتصاد العالمي وكبدته خسائر بمئات المليارات من الدولارات وعرقلت سلاسل التوريد العالمية هذا ورفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة أربع مرات منذ مارس الماضي وتتجه الأنظار إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر في الواحد والعشرين من سبتمبر المقبل حيث يطرح رفع حد آخر لمعدلات الفائدة بنصف أو حتى ثلاثة أربع نقطة مؤوية في حين بلغت معدلات التضخم في الولايات المتحدة تسعة في المائة في يونيو الماضي في رقم قياسي لم تشهده الولايات المتحدة منذ أربعة عقود وهو معدل تجاوز توقعات محافظ البنوك المركزية وتقلص الناتج المحلي الداخلي الأمريكي في العام الحالي بما يتوافق مع تقارير تفيد ببداية رقود متوقعة رغم أن خبراء يستبعدون إمكانية الركود في الاقتصاد الأمريكي بسبب صلابة سوق العمل الأمريكي وبلغ معدلات البطالة ثلاثة ونصف في المائة وهو ما كانت عليه قبل جائحة كورونا وفي منطقة اليورو وصل ارتفاع الأسعار إلى مستوى قياسي جديد وهو ثمانية وتسعة من عشر في المائة بينما سجلت بريطانيا معدلات تضخم بلغت عشرة وواحد من عشر في المائة وسط تقارير وتصريحات مسؤولين بريطانيين استبعدت حدوث الركود اقتصادي قال رئيس كوريا الجنوبية يونسيو كيول إنه سيجري استعدادات شاملة لمنع حدوث أزمة مالية أخرى وتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين كما أكد رئيس كوريا الجنوبية أن بلاده لا تزال تواجه مخاطر تضخم بسبب خفض روسيا لإمدادات الغاز إلى أوروبا مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى وعدم اليقين المحيط بها زاد من تقلب الأسواق المالية واحتمال حدوث طباطئ اقتصادي عالمية السادسة المستمرة وتتابعون فيها تايوان تجري منورات بالذخيرة الحية على الساحل الغربي للجزيرة أعلنت توزرة الدفاع التايوانية أنها أجرت تدريبات بالذخيرة الحية في الساحل الغربي لتايوان صباح اليوم وتجري تايوان مناورات متقطعة ردا على المناورات الصينية المتواصلة قرب مضيق تايوان وكذلك ردا على الاختراقات الصينية لمجالها الجوية كان الجاش تايواني قد أعلن استعداده وقدرته على حماية الجزيرة من أي عضوان محتمل تواصل الولايات المتحدة الأمريكية مناوراتها العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية وتشمل المناورات التي تعد الأكبر منذ عام 2018 تدريبات ميدانية مشتركة برية وبحرية على صد هجمات والقيام بهجمات مضادة وتستمر تلك المناورات حتى مطلع الشهر المقبل تأتي هذه المناورات عقب تصريحات أدل بها الزعيم الكوري الشمالي الشهر الماضي باستعداده لتحريك قدرات بلاده النووية في أي حرب مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أعربت روسيا عن بالغ قلقها إذا تطور الوضع في شبه الجزيرة الكورية تصاعد التوترات تجرى استعناف المناورات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخريجية الروسية ماريا زخاروفا قالت إن موسكو تشعر بالقلق إذا أتطور الوضع في شبه الجزيرة الكورية والذي تصاعد مؤخرا بسبب استعناف المناورات العسكرية المشتركة واسعة النطاق بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية فضلا عن توليه سول مواد دعائية استفزازية إلى بيونجانغ علقت المحكمة الدستورية في تايلاند مهم رئيس الوزراء بريوتشان أوشا لحين البت في قضية بحقه قد تتم إقالته بموجبها قبل شهور من موعد الانتخابات العامة المتوقعة ووفقت المحكمة على الاستماع إلى القضية التي رفعتها أحزاب في المعارضة تتهم فيها رئيس الوزراء بوصوله إلى الحد الأقصى لولايته البالغة ثماني سنوات ووافق القضاء بخمسة أصوات مقابل أربعة على تعليق مهام بريوت إلى حين اتخاذ قرار بشأن القضية هذا ومن المقرر تعيين رئيس وزراء مؤقت على رئيس الحكومة لحين البت في القضية حذرت السلطات الصينية من أن موجات الحر والجفاف في البلاد التي تشهد ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة تشكل تهديدا خطيرا للمحاصيل الزراعية لفصل الخريفة وتشفت بيانات رسمية أن موجة الحر في الصين أدت إلى تراضع مستوى المياه في نهر يانجستي أهم ممر مائي داخل في البلاد إلى مستويات غير مسبوقة في بعض الأماكن هذا وتشهد الصين منذ أسبوع موجة حر غير مسبوقة في أجزاء منها وبلغت دردة الحرارة 45 دردة مئوية في جنوب غرب البلاد أكد المدير الإقليمي لمنطقة شرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية دكتور أحمد المنظري أكد أن موجة تفشي جدر القردة آخذة في الانتشار في المزيد من بلدان إقليم شرق المتوسط مشيرا إلى أنه حتى العشرين من أغسطس أبلغت سبعة بلدان في الإقليم التابع للمنظمة رسميا عن 35 حالة إصابة بجدر القردة بينما لم تسجل وفيات ناجمة عنها هذا وأشار المنظري إلى أن معظم المصابين بجدر القردة بمقدورهم التعافي بأمان في المنزل بالعلاج الداعم محذرا في الوقت نفسه من أنه قد يسبب مضاعفات قد تؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات خاصة الفئات الضعيفة والعرضة للخطر في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارع تم إعطاء أكثر من أربعة ملايين وسبعمائة ألف مليون جرعة ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدى حتى يوم الثاني والعشرين من أغسطس الماضي بدميع محافظات الجمهورية للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة تتضمن الحملة أيضا التوعية بأهمية ومميزات الاشتراك في صندوق التأمين على الماشية وكذلك استكمال إجراءات تسجيل وترقيم الثروة الحيوانية وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية السادة المربين التجاوب مع الحملة والحرصة على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة نظمت مدرية الصحة بدميات قافلة طبية في قرى مركز فرسكور ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين وأوضحت مدرية الصحة أن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملان وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا القافلة الطبية بتمثل جزء الصحي المبادرة الرئاسية بتميز من ستين أسيتين الأولانية هي بتوصل خدمة للمواطن الحد عنده تسهيلا على أهلنا من كبار السن وما بيقدروا وصلوا لقرب مستشفى مركز اليوم الميزة الثانية أن الخدمة بتقدم مجانية تماما وده طبعا بيخليها خدمة متميزة جدا اللي بتقدم دولة الصحة بنحاول أن نرفع من جودة الخدمة المقدمة بنوفر فيها كل الاحتياجات الصحية للمواطن نحن من خلال التسكيف الصحي بنعرف المواطنين بالأمراض المعادية الموجودة في المجتمع اللي احنا موجود فيه بنعرفهم بالتطعيم وخاصة طعيم كورونا في الفترة الحالية بنهتم بتوعية المواطن بأهمية أخذ تطعيم الكورونا جرعاته كاملة مش جرعة واحدة أو اثنين لا بنكمل الجرعات بتاعتنا كاملة بنعرفهم بالأمراض المعادية الموجودة في المجتمع بنعرف المواطنين كمان على الخدمات الصحية اللي بتقدمها القافلة من خلال توعيدهم بأخذ العلاج المناسب وتناول العلاج في موعده والأمور الخاصة بالحفاظ على صحة المواطن تقارير طبية بتحويل المريض بعد الكشف في العيادات المختلفة في القافلة بتحويله إذا تطلب الأمر إلى المستشفيات المركزية التابعة لمدرد الصحة عبد المياط بيقوم باستكمال علاجه من حيث إجراء عملية أو استخراج قرار على نفقة الدولة العلاج متوفر والعيادات كلها موجودة بطنة وجميع التخصصات حضرتك العلاج موجود بالمجان والأشاعة وفيه أشاعة وفيه تحاليل جئنا الكافلة الطبية جات لنا هنا تكشف على الناس على المواطنين وفي الحقيقة فيهم موجود هنا كل التخصصات بيجي المريض بيقول شكواه بيتلقاه الطبيب المختص وبيقوموا بيها على الفور كشف زي ما يحتاج وبيصرفوا له العلاج دايما على الفور وإذا لازم له تحويل لمستشفيات خاصة بيحولوه تفقد محافظ المينيا أسام القاضي مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بعدد من كرة مركز ملوي لمتابعة النسب ومعدلات التنفيذ وانتظام سير أعمال تنفيذ المشروعات والوقوف على جميع المعوقات لإيجاد حلول سريعة لها وصرح محافظ المينيا أنه يجري العمل على قدم وساق لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة داخل تسعة عشر قطاعا خدميا إذ يستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري والذي أطلقه السيد رئيس الجمهورية تطوير مائة واثنتين وتسعين قرية بنطاق خمسة مراكز على مستوى المحافظة وذلك في المرحلة الأولى كما جرى إدراج مركزي بني مزار وصمال لوت في المرحلة الثانية للمبادرة نفع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء منحى طلاب الراصبين بامتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الحالي الدرغة الفعلية في امتحان الدور الثاني وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن مشددا على أنه يسمح للطلاب الراصبين في مادة أو مادتين أو الذين تغيبوا دون عذر بامتحانات الدور الأول يسمح لهم بدخول امتحانات الدور الثاني لتلك المواد حسب قواعد الدور الثاني والتي تنص على حصول الطالب على خمسين في المائة من درجة المادة ومنح الدرجة الفعلية الكاملة للطلاب الذين تغيبوا عن امتحانات الدور الأول بعذر مقبول وتقدموا بطلب تأديل الامتحان للدور الثاني بالدرجة الفعلية وذلك وفقا للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن مهيبة بالطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الشائعات وقع مساعد وزير الخارجية ومنصق عام الشقين التنظيمي والمالي للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخ السفير أشرف إبراهيم وقع ما إحدى الشركات العاملة بقطاع الاتصالات مذكرة تفاهم تكون بمقتضاها الشركة شريكا لاتصالات الاستراتيجي لمؤتمر كوب سبعة وعشرين والذي ستستضيفه مصر بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل وشدد السفير أشرف إبراهيم على أن هذه الشراكة تبرز التزام الشركة بمواجهة ظاهرة تغير المناخ من خلال سياسات جدة لتعزيز التزامها بالعمل المناخي والآن إلى آخر أخبار المال والأعمال تواصل الدولة جهودها في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية بجميع مؤسساتها ضمن استعدادات مصر لإصدافة كوب سبعة وعشرين في نوفمبر المقبل وفي هذا الإطار أكد وزير التنمية المحلية هشام أمنى أن استراتيجية الوزارة لمواجهة آثار التغيرات المناخية تركز على عدة محاور أهمها حوكمة وتوطين التنمية المستدامة وتوجيه الاتثمارات وفق أولوياتها وتطوير إدارة منظومة المخلفات الصلبة فضلا عن دعم المبادرات الشبابية والمجتمعية كما أشار وزير التنمية المحلية إلى دمج البعد البيئي في تطوير نظم مواجهات لعمل الإدارة المحلية وأيضا دعم الاقتصاد الأخضر للتنمية الاقتصادية بالمحافظات مشيرا إلى أن الوزارة نفذت مشروعات لدعم برامج التنمية المستدامة والبنية الأساسية بتكلفة بلغت 225 مليار جنيه عقدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد ووزير الطيران المدني محمد عباس حلمي أول اجتماع موسع وذلك للوقوف على آخر مستجدات خاصة بالتعاون والتنصيق بين الوزارتين فيما يتعلق بكافة ترتيبات استعدادات استضافة مصر لمؤتمر المناخ كوب 27 وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز فيديوهات مصورة تقدم نفذة مختصرة للمزائرين عن المؤتمر والتي سيتم عرضها من خلال شاشات الموجودة بصالات المطارات وأخرى ستعرض على متن الطائرات كما أشار وزير الطيران المدني لأهمية اللقاءات التنصيقية الدائمة بين الوزارتين مشيدا بالجهود التي تبذلها فرق العمل المشتركة من الجانبين لافتا إلى الدور الهام للجنة التي تم تشكيلها من قبل وزارة الطيران بشأن متابعة التنظيم واستعدادات المطارات بما يسهم في خدمة المشاركين في المؤتمر أكد وزير التجارة والصناعة أحمد سمير أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية وبالتنصيق مع مختلف محافظات الجمهورية لتحديد المزايا التنفسية الإنتاجية لكل محافظة وذلك لربطها بالسياسة الصناعية والتصديرية التي تعدها الوزارة حاليا بما يسهم في رفع الكفاءة الإنتاجية للمحافظات وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وصادراتها للأسواق الخارجية كذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع كل من محافظ بورسعيد عادل الغضبان ومحافظ الشرقية ممدوح غراب وذلك لبحث الأنشطة الإنتاجية والصناعية بالمحافظتين والوقوف على أبرز التحديات التي يواجهها المصنعون والمصدرون لإيجاد حلول لها استقبل وزير البترول والثروة المعدنية طارق المل وزير البيئة والزراعة وتنمية الريف القبرصي كوستاس كاديسا والسفيرة القبرصية في مصر بولي لوانو والوفد المرافق له وخلال اللقاء أكد وزير البترول على متنة العلاقات المصرية القبرصية قيادة وشعبا والتي تسهم في دعم التعاون الاقتصادي والعمل على تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتحقيق المنفع المشتركة للبلدين مشيرا إلى أن التعاون في مجال البترول والغاز يمثل أحد المحاور الهامة في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتطرق الحوار إلى أهمية القمة العالمية كوب 27 المناخة التي تصطدي فهم مصر في شهر نوفمبر المقبل ومن جانبه أكد الوزير القبرصي على أهمية إنعقادة قمة المناخة لافتا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من جانب قبرص بدعم جهود الحكومة المصرية لإنجاح المؤتمر أصدر الجهاز المركزي للتعابئة العامة والإحصاء النشاط السنوية لإحصاءات القطن عام 2021 وبلغ إجمالي كمية الصادرات مليون و761 ألف قنطار متري من أول الموسم حتى نهايته مقابل 874 ألف قنطار متري في الموسم السابق عليه بنسبة زيادة قدرها 1.5% بالنسبة زيادة كمية الإنتاج من القطن وسجلت دولة الهند أكثر الدول استيرادا للقطن المصرية حيث بلغت الكمية المصدرة إليها 1.5 مليون قنطار متري بنسبة قدرها 87.3% من إجمالي الكمية المصدرة من أول الموسم حتى نهايته وفي سوق المال أنهت البورصة المصرية التعاملات على تراجع جماعي للمؤشرات للجلثة الثالثة على التوالي وتراجع رأس المال السوقي 5.3 مليار جنيه لغلق عند مستوى 684 مليار و967 مليون جنيه وعلى صعيد المؤشرات فتح مؤشر إيجي أكس تيرتي عند مستوى 10137 نقطة متراجعا بنسبة 32% لغلق عند مستوى 10105 نقاط وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي أكس سابنتي عند مستوى 2188 نقطة متراجعا بنسبة 1.13% لغلق عند مستوى 2163 نقطة كما فتح مؤشر إيجي أكس 100 عند مستوى 3030 نقطة متراجعا بنسبة 9% لغلق عند مستوى 3112 نقطة وإلى أسواق العملات حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصرية ليسجل الدور الأمريكية 19 جنيه و12 قرشا للشراء و19 جنيه و23 قرشا للبيع سجل اليورو 19 جنيه للشراء و19 جنيه و11 قرشا للبيع الجنيه السليني 22 جنيه و53 قرشا للشراء و22 جنيه و67 قرشا للبيع الدرهم الإماراتي سجل 5 جنيه و21 قرشا للشراء و5 جنيه و23 قرشا للبيع وأخيرا الريال السعودي سجل 5 جنيه و8 قرشا للشراء و5 جنيه و12 قرشا للبيع في الولايات المتحدة تراجعت عقود شراء المساكن القائمة بواتيرة أقل من المتوقع في يوليو وسط انخفاض طفيف في فوائد القروض العقارية وهو ما يعيد بعض المشترين إلى سوق الإسكان وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين إن مؤشرها لمبيعات المساكن القائمة على أساس العقود المواقعة انخفض 1% إلى 89.8 نقطة الشهر الماضي وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2020 وكان خبراء اقتصاديون قد توقعوا أن عقود شراء المساكن القائمة التي تصبح مبيعات بعد شهر أو شهرين ستهبط 4% ختم أخبار الاقتصاد وعودة المرة أخرى إلى يوسف إلهام إليكم شكرا لك دين الشرف على هذا العرض وفي نهاية نشراتنا هذه تذكرة بالعنوي الرئيس السيسي يوجه بدراسة شاملة لتطوير بحيرة ناصر والاستفادة من ثروتها السمكية مدبولي يؤكد اهتمام الرئيس السيسي بقطاع الصناعة لدوره في تحقيق النمو المنشود للاقتصاد المصري زالنسكي يتهم روسيا بتحويل محطة تزا بوريجيا لساحة حرب ويطالب موسكو بالانسحاب من المحطة النووية دون شروط انتهت النشرة شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء شكرا لطيب المتابعة شكرا لطيب المتابعة